الناس كتير بتفتكر إن لو أنا مش معي الفلوس بتاعت المشروع هو ده العائق الرئيسي لا العائق الرئيسي للفكرة لأن فيه مصادر كتير جدا للتمويل البنوك واحدة من المصادر اللي ممكن تديني قارت لكن فيه حاجة اسمها الفينشر كابيتل دول بيبقوا ناس مستثمرين بيدوروا على الفكرة الجيدة بس أنا عشان أقدر أقنحهم بالفكرة الجيدة دي لازم يبقى عندي بيزنس بلان وأقدمها لهم وأعرضها عليهم وفيه حاجة برضو طلع اسمها الكراود فاندينج أو كراود فاينانسينج على الإنترنت بتبقى بلاتفورمز أنت بتعرضي الفكرة وبتدي الناس ممكن واحد يتبرع لك بدولار باثنين وأن أنت تدري تجمعي فلوس فبقى فيه مصادر كتيرة جدا وممكن أعتمد على أصدقائي أو ناس تانية يخشوا معي في المشروع بس هي أهم حاجة أن يبقى الفكرة مقنعة ومدروسة كويس ومعروف أبعدها طب فيه مهارات معينة مثلا لازم تكون في صاحب المشروع ده صفات معينة طبعا لازم يبقى فيه مهارات معينة هي أول حاجة موضوع الرزق فيه ناس كتير قوي يبقى عندها المهارات بس هو الرزق بتخليه خاف أنه ياخد الخطوة أنه يبدأ المشروع عشان كده أنا دائما بنصح بالموضوع ده أن الناس سنها صغير تبدأ وعادة حتى في أماكن التمويل المشروعات الصغيرة بيدوروا على الشخص اللي عمل مشاريع فشلت كذا مرة لأنه أتعلم